السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة اخرى. اليوم سوف نضروع على هذا الموضوع المهم جدا وهو يعني فتح الحدود اللي كنا نتسنوه منش حال هذه كنا نتسنوه انه الجالية المغربية دخل المغرب باش تحرك شوي الحركة لان الحركة اصبحت يعني ركود تام جدا. بعد استئناف الرحالات الجوية وفتح المطارات في اول يوم واول الرحالات سجلوا احتجاج خصوصا في جالية اسبانيا حيث انهم يقولون انه الحدود خست تحبيدون قيود لان الشروط لوضعتها الدولة المغربية شروط صعبة جدا بالنسبة الناس ديال الخارج. ويعني في نقطتين اخرى بعد ما كنا نتسنوه ان الناس يدخلوه اصبحنا انه اه القينا الناس كيخرجوه كما كتشوفو في هات الصور اه ناس يعني بالجملة كتخرج من المغرب كأنه الهروب الكبير اه يعني هاتشي جاء عكسي اه كانت منه انه في الايام القليلة القادمة انه تبسط شوية المساطير والشروط ما تكونش بهاد اه يعني اه الصعوبة باش يدخلو الناس. انه الجالية المغربية اه كيشكيو بشكل كبير جدا اه يعني هات الشروط اللي اه كتوضعها اه الدولة المغربية. اذا هاتشي لعدنا في هذا الفيديو كنتمنى لكم نهارا سعيدا تهلا وفراسكم السلام عليكم. اشتركوا في القناة